حسين الشحات ده أكبر صفقة في تاريخ النادي وأكتر واحد استفدنا منه فلوس حسين الشحات حسين الشحات نادي العين خده بالزبط باشا بنص مليون دولار عارة بنيت البيع تمام تمام الكلام ده كابتن في موسم 2018 في نهاية الموسم قبل ما ينتهي الموسم كان نادي لأنها اتقلت مع نادي العين جاءت فاوض على شراها اشتراها باشا بتلاتة مليون دولار تمام وعشرة في المية عند قاعدت البيع تمام نص مليون دولار وتلاتة مليون دولار بتلاتة ونص بالزبط وجالنا منه 450.000 دولار حاصل العشرة في المية من بيعه من نادي العين لنادي الأهلي لأنه غالبا تباع من العين للأهلي ب4.500.000 4.500.000 أخدنا فيهم 450.000 دولار يعني حسين مدخل لنا 3.950.000 دولار في الوقت ده كانت الدولار يعني أعتقد أنه دخلنا في أعداد من 68 ل 70 مليون جنيه يعني التوتل بتاعه أخدش أي نسبة ولا أي حاجة حسين ربنا يكرمه بقى خدت العين وخدت من نادي الأهل لا هو لعب جميل ولعب كويس والله والناس المحترمة جدا وبعدين في ميزة في حسين أنه بر بأهله فربنا بيكرمه لأنه بر بأهله ودية يعني بحيه عليها فعلا يعني من اللعبة المحترمة اللي هي المتدينة اللي هي إن شاء الله يعني ربنا هيكرمها كرم كبير يعني دلوقتي كان أكبر صفقة تاريخية للمقصة هاي صفقة حسين الشحاء طيب انتوا بقى كنت شارينه بكام؟ بنص مليون جنيه من نادي شراء الدخال بنص مليون جنيه عقده كان في المقصة كان بقى كان متدرج يعني ممكن يكون ابتدى بربعمائة ألف وخمسوكية ألف يعني انت عارف لأنه قعد معنا أربعة سنين يخلي بقى لك حسين الشحاء تعاد أربعة سنين طيب خلال فترة حسين الشحاء قبل الانتقال للعين الأمراضي كان فيه مفوضات أهلي وزمالك أو فيها يعني تقارير إعلامية هل كان فيه عرض رسمي يوصل؟ لا لا كانش فيه عروض لا ما بجاش هو العرض لا لا يعني أنا بتكلم على عرض رسمي بصي أقول لك العرب أنا لا أؤمن بالكلام المواقع يعني اللي هي في المفاوضات يعني ولا الفيسبوك ولا أي حاجة لا أؤمن اللي بالرسمي تمام رسميا حد طلب حد لا ما كانش فيه حد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر